نمر الآن إلى المومنت of inertia بالنسبة لل3D body نستعمل فيها integration method هنا المومنت of inertia of mass بتساوي رو integral of r تربيع dv طبعا هنا أيضا dm هي بتساوي رو dv ونقدر بالطريقة هذه نجد المومنت of inertia متاع أي شكل مهما كان for bodies with two planes of symmetry بكون عنده يعني two planes تعتناظر the moment of inertia may be obtained from a single integration by chosen thin slabs perpendicular to the plane of symmetry for dm زي ما نشوفه هنا لو عندي مثلا الشكل التالي dm بتساوي رو باي r تربيع dx بالنسبة للthin plate هذه وبعدين هذه هي راح تمررها من هنا إلى هنا وبتجد في الآخر moment of inertia طبعا di x هنا بتساوي نص r تربيع dm di y بتساوي di y تربيع di y dash plus x تربيع dm وبتساوي كنتجة نهائية هنا ربع r تربيع مع x تربيع dm وأيضا بنفس الطريقة بنجد di z وطبعا لو طبخنا integral راح نجد كم تساوي بالضبط هذا نقدر نشتغل عليه تمرين لو أردتم the moment of inertia with respect to perpendicular axis for a composite body لما بيكون الجسم مركب من عديد من الأجسام it may be obtaining by adding the moment of inertia with respect to the same axis of the components لو مثلا أنا عندي هنا جسم أول ومعاه مثلا جسم ثاني ومعاه مثلا جسم ثالث تقدر تشتغل على كل جسم الحاله الأول والثاني والثالث كلهم مثلا حسب المحور x هذا هذا المحور x تشتغل على كل جسم الحاله وبعدين تجمح هم